بالتأكيد عن النادي الاهلي هنتكلم فيها باستفادة كاملة عن قصة حسين الشحات ورد بيرامز على خطاب النادي الاهلي للجبلاية وكمان النادي الاهلي بيفاجئ اتحاد الكرة بمسقرة رسمية بشأن أزمة حسين الشحات والشيبي ومفاجأة مدوية من موقع صدى البلد النادي الاهلي بيصعد أزمة حسين الشحات والشيبي للفيفا والنادي الاهلي يلجأ للفيفا بسبب الشحات وموقف فتوح بكأس الأمم الإفريقية هنبدأ برد نادي بيرامز على خطاب الفيفا من موقع نادي الزمالك ورد بيرامز على خطاب الاهلي للجبلاية طبعا كلنا عارفين الوقعة اللي بين حسين الشحات والشيبي اللي حصلت في نهاء الكاس في نهاء في آخر مباراة في الدور المصري اللي حصلت صفة باليد من حسين الشحات على وجه الشيبي ومش عايزين نختلف إن الموضوع غلط وما نختلفش إن حسين الشحات غلط لأن الضرب بالطريقة دي إهانة كبيرة جدا للمغرب وإهانة لللاعب محمد الشيبي أيا كان اللاعب عملي الأهلي بيصعد هذا الأمر الشيبي بيصعد هذا الأمر للنيابة العامة وطبعا إن الشيبي يروح يعمل بلاغ في النيابة العامة وفي المحاكم المدنية ده مخالف جدا لليحة كرة القدم بالفيفا الشيبي بعد ما صعد الأمر للنيابة العامة عقب تخازل الجبلاية في استرداد حق اللاعب المغربي من لاعب النادي الأهلي الكابتن حسين الشحات مصدر داخل نادي بيرامدز بيعلق على هذا الخطاب الذي أرسله النادي الأهلي إلى اتحاد القورة بشأن أزمة لاعب الفريق حسين الشحات مع محمد الشيبي نجم الفريق السماوي ولاعب نادي بيرامدز ومنتخب المغرب والمصدر بيؤكد إلى أن الذي فعله النادي الأهلي لا يمثل إلى الواقع بأنه بأي صلة والذي فعله اللاعب محمد الشيبي لم يخالف اللوائح باللجوء إلى النيابة العامة هنعلق على الجزء ده أن المصدر الموجه من نادي بيرامدز بعد ما علق الموضوع بيقول أن محمد الشيبي ما خالفش اللوائح والقوانين لما عمل بلاغ في النيابة العامة إزاي؟ إزاي لعد كرة قدم فيه ليحة وفيه قوانين للاتحاد الدولي لكرة القدم وفيه لجنة عقوبات وتصلمات بالفيفا يلجأ للنيابة العامة أو المحاكم المدنية بيؤكد كمان المصدر على أنهما في إدارة السماوي ليس لنا أي صلة بالموضوع وعمر التصعيد يخص النجم المغربي فقط أمر التصعيد يخص النجم المغربي فقط والجدير بالذكر أن الكابتن حشين الشحات زي ما احنا عارفين يعتدى بالضرب والألفاظ على الشيبي داخل الملعب عقب الانتهاء من مباراة الأهل مع برامز بالدوري الموسم السابق وبأكد كمان الشيبي صعد هذا الأمر للنيابة العامة عقب تخازل الجبالية في استرداد حق اللاعب المغربي من الكابتن حسين الشحات كمان النادي الأهل بيفاجئ التحالي القرى بمزقرة رسمية بشأن أزمة حسين الشحات والشيبي بشأن الأزمة الحالية بين اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي ولاعب نادي برامز المغربي محمد الشيبي كشف النادي الأهلي عن مزقرة رسمية قام بإرسالها إلى الاتحاد المصري لقرة القدم بشأن الأزمة الحالية بين اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي ولاعب نادي برامز المغربي محمد الشيبي الأزمة بدأت طبعا باعتداء واضح من الشحات على الشيبي قلال مباراة الفريقين في الموسم الماضي والتي تحولت حاليا الى ساحة النيابة العامة التي استدعت لاعب النادي الاهلي واخلت سبيله بكفالة مالية الاهل في مذكرة تطالب برد من اتحاد الكرة على ما حدث من لجوء لاعب برامدز الى المحاكم الجنائية بما يخالف اللوايح والقواني الاهل في مذكرة تؤكد ان ما حدث يعتبر هو انتهاء للقواعد المنظمة لشؤون اللعبة ونقل ما يحدث من خلافات في الملاعب الرياضية الى ساحة المحاكم الجنائية وبيؤكد النادي الاهلي في مذكرة وبيشدد للجبلية وطالب بضرورة الرد العاجل والافادة لاتخاذ ما يراه مناسبا لحفظ الحقوق الادبية للنادي واللاعب حسين الشحات كمان مفاجأة مدوية الاهلي يصعد ازمة حسين الشحات والشيبي الى الفيفا بيؤكد الاعلام الكبير احمد شبير ان مسؤول النادي الاهلي بصدد ارسال شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم وذلك بعد استدعاء لاعب الفريق حسين الشحات من اجل التحقيق معه فيما بدر منه مع الشيبي لاعب بيرامدز في الموسم الماضي وقال احمد شبير في تصريحات تلفزيونية ان النادي الاهلي ارسل خطابا الى اتحاد الكرة بعدما استدعى حسين الشحات الى النيابة العامة خلال الفترة الماضية خاصة ان اتحاد الكرة عاقب اللاعب بالاقاف ووقع النادي غرامة عليه بقيمة 500 الف جنيه واضافها ايضا النادي الاهلي ينتظر رضي اتحاد الكرة وفي حاله عدم وجود رض فان النادي يجهز في الوقت الحالي شكوى رسمية ومزقرة تفصيلية لارسلها الى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا من اجل انهاء هذا الامر نهائيا بشكل كامل النادي الاهلي مش هيسيب حق حسين الشحات ولكن تعالوا نتكلم جماعة مع بعض شوية بالعام لما حصلت المشكلة بين حسين الشحات ومحمد الشيبي في الملعب واكدت الكاميرات واكد حسين الشحات ان لقب محمد الشيبي تلفز عليه بالفاظ خارجة وغلط في زوجته وغلط في امه وغلط في عيلته وفي كل حاجة لكن اديني عقلك هنا انت منتظر مني ايه لما جاء اغلط فيك وفي عيلتك وفي ابوك وفي امك وفي اختك وفي زوجتك انت منتظر مني الرد يكون ايه تفتكر هقولك تعظيم سلام تفتكر هقولك تب انت ما تغلط كمان او اشتم كمان او هاخد حق منك بالقانون لا يا جوز التصرف من حسين الشحات مش عايزين نقول انه صح هو تصرف خاطئ بكل المقاييس ولكن لكل فعل رد فعل هو ده رد الفعل اللي حسين الشحات فكر فيه ما حسين الشحات يا جماعة مش هيلاقي حد بيغلط في زوجته وفي امه وحيقعد يتفرج هو التصرف خاطئ وان حسين الشحات يمدي ايده على محمد الشيبي تصرف خاطئ وعمرنا ما هنبرر الكلام ده وهنقول علي انه هو كلام صحيح لانه هو كلام خطأ بالفعل ولكن اديني عقلك اديني عقلك النادي الاهلي النادي الاهلي مش هيسيب حق حسين الشحات والنادي الاهلي ما بيردس بالغلط النادي الاهلي لما عرف ان حسين الشحات واكد ان حسين الشحات خطأ وغلط اتحاد الكرة عاقب حسين الشحات ب300 ألف جنيه والنادي الأهل عاقب اللاعب ب500 ألف جنيه يعني 800 ألف جنيه في وقعة النادي الأهل عارف ان هي وقعت خطأ من حسين الشحات ولكن الجدير يعني الحاجة اللي تجننك قوي ان حسين الشحات بعد المباراة مباشرة وامام الكاميرات في وجود مدير الكرة لبرامة زهان سعيد اللي هو بيدور على اي مصيبة يجري فيها تجاه النادي الأهل بس حسين الشحات اعتذر لمحمد الشيبي على الهوى وبس دماغه ده انا لو واحد جاي يعتذرلي وبس دماغي الراجل ده لو قاتل لي حد انا مش هتكلم لكن لما يعتذرلك يا شيبي ويخب راسك ويعمل 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 وعالهوى انت عايزي تاني ومين اللي بيشجع لاعب بيرامتس او مين اللي شجع لاعب بيرامتس انه هو ينتقل للقضاء المدني وده مخالف للليحة ومخالف للقوانين ولكن زي بقولت لحضراتكم هاني سعيد قاعد في بيرامتس بس بيدور على المصائب اللي يعمل فيها اي مشكلة واي مصيبة للنادي الأهلي هو ده هاني سعيد هو ده هاني سعيد يا جماعة هاني سعيد الزمالكاوي هاني سعيد الزمالكاوي اللي حسين الشحات اعتذر لللاعب في وجوده قدام عينه وقدام الشاشات وبعد المباراة مباشرة يعني ما سابش الموضوع بات يعني المفترض لما مدير كورة اللاعب نادي آخر يعتذر لللاعب اللي عندك انت اللي المفترض تقول لللاعب خلاص احنا ما عادش يلينا عين ان احنا نتكلم هو اعتذر لك وانت قابلت الاعتذار يبقى بالنسبة لنا الموضوع خلص لكن هاني سعيد لما يشجع اللاعب ان هو يروح للنيابة العامة ويرفع قضية على حسين الشحات الموضوع ده يا جماعة على فكرة من فترة كبيرة تدريبا من شهر خمسة او شهر ستة في الموضوع ده او شهر اربعة مش متذكر والله ده في نهاية الدوري في اخر مباراة تقريبا في الدوري اللي برامد زيك سيبة 3-0 تقريبا على النادي الاهلي لكن عايز اوجه نصيحة للكابتن هاني سعيد انت واللي زيك يعني انت واللي زيك الكارهين للامان في مصر والكارهين للنادي الاهلي هم اللي بيعملوا كده ولكن النادي الاهلي ما بيسبش حق اللاعب بتاعه ولو اللاعب اخطأ فالنادي الاهلي عقبه عقاب شديد جدا اللي هيحصل في قصة حسين الشحات وفي توقعات ان حسين الشحات ممكن ياخد حكم ممكن ياخد حكم الا لو النادي الاهلي محلش الموضوع بسرعة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم اللي هيحصل في قصة حسين الشحات ومحمد الشيب الفترة اللي جاية ده اللي احنا هنعرفه بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اتمنى من الله ان الحلقة تكون عجبة حضراتكم يريد تدعمونا باللايك للفيديو وبالاشتراك الحلو في القناة علشان يوصلك اهم اخبار النادي الاهلي اول باول بشكرك يا صديقي ان انت كملت معايا الحلقة للنهاية اشوفك على خير مع السلامة اشتركوا في القناة